السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء سنقولة ثانوية. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. في حلقة النهاردة بنحل تدريبات درس كادا واخواتها. مين كادا واخواتها? احنا قلنا زي كانا واخواتها. بس الخبر كلمة السر برضو بتاع الدرس النهاردة ان الخبر بتاع كادا واخواتها بيكون جملة فعلية. فعلها مضارع. وكلمة السر برضو ان انت تكون عارف كادا قربة او شاكد اسمهم افعال مقاربة. عسى حرى اخلولاقة اسمهم افعال. الرجاء شرع انشاء اخذ بدأ هب طفق جعل اسمها افعال الشروع. وحكم اكتران الخبر بان مع كادا وكربة قول مع كادا وكربة لازم تكون حافظ. هنحل تدريبات ازاي? مع كادا وكربة يقل او شك وعسى يكثر. حرى واخلولاقة يجب افعال الشروع يمتنع. يلا نطبق الكلام ده بقى السؤال الاول. حدد فيما يلي اسم الفعل الناسخ. فين اسم الفعل الناسخ? شوف كادا او احدى اخواتها. كادا وكربة او شك وعسى اهو في عسى. واحد قال تعالى عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. عندي عسى. طيب فين اسمها? هو هنا عايز اسم الفعل الناسخ. فين اسم عسى? زي كان بالزبط اسمها بيكون مرفوع. الله. هو. يبقى الله لفظ الجلالة الله. دي اسم عسى مرفعه عليه مترفعه ضامة. وفن الخبر? عسى الله ايه? ان يكف. لازم يكون الخبر جملة فعلية فعلة مضارة. اتنين. قال الشاعر اذا المرء لم يغشل كريهة او شكت. حبال الهوين بالفتى ان تقطع. طيب يلا فين الفعل الناسخ? فين كادا? او احدى اخواتها? اذا المرء لم يغشل او شك? لهي او شك? كادا كربة او شك? طيب فين اسمها? من اللي او شكت? لا دي تقنيس. من اللي او شكت? حبالو. يبقى الحبال دي اسم او شكة مرفعه على المترفعه ضامة. الهوينة دي مضافة ليه? ما لها الحبال بالفتى? ما احنا قلنا الخبر لازم يكون جملة فعلية. فين الخبر? اهو ان تقطع. هو عايز الاسم ولا الخبر? ده عايز اسمها اصلا. يبقى حبال. يبقى اسم او شكت كلمات حبال. تلاتة. اخذت قضية الامن القومي تتصدر اهتمامات الحكومة. فين كاد او احدى اخواتها? عندهو. فعلي من افعال الشروع. اخذ. من اللي اخذ? ادتاء التانيس. من اللي اخذت? القضية. يبقى دي اسم اسم اخذة. اسم اخذة مرفعه علامة رفعه ضامة. قضيته. الامن دي مضاف اليه? والقوم دي نعت. فين الخبر? ما لها القضية? احنا قلنا لازم الخبر جملة فعلية. ما لها قضية الامن? تتصدر اهو. يبقى دي خبر. جملة فعلية في محل نصب خبر اخذة. يبقى فين الاسم كده? فين اسم اخذة? قضية. يبقى قضية دي اسم اخذة مرفعه علامة رفعه الضامة. اربعة او شكتم ان تبلغوا مقاربكم. او شكة. فين اسمها? الضمير او شكتم. يبقى الضمير دا اسم او شكة. ضمير متصل مبني في محل رفع او التاق. يبقى التاق دي ضمير متصل مبني في محل رفع اسمه او شكا. وفين الخبر? الجملة الفعلية. انت بلغه. خمسة. الواشي يكاد. اهو يكاد. فين اسمها? من اللي يكاد? الواشي. ضمير مستطر. يكاد هو. وفين الخبر? ان يقود دي جملة فعلية. ان يقود بناء المجتمع. يبقى فين اسم الفعل الناسخ? فين اسم يكاد? ضمير مستطر تقديره هو. يلا السؤال التاني. ميز في ما يلي خبر الفعل الناقص. نشوف برضو الفعل الناقص. كادة او احدة اخواتها. ونجيب الخبر. الخبر نوعه? كلمة السر. جملة فعلية فعلة مضارة. واحد قال تعالى ولولا ان ثبتناك لقد كتة. كتة. اللي هي كادة. كتة تركنوا اليهم شيئا قليلا. كتة دي الفعل. وفين اسمها? الضمير المتصل. ضمير المتصل اتا. ضمير متصل مبني. في محل رفع اسم كادة. وفين الخبر? فين الجملة الفعل. مدور على الجملة الفعلية. كتة ايه? اهي. تركنو. يبقى تركن دي جملة فعلية. الجملة الفعلية هنا في محل نص بخبر كادة. يبقى هو عايز الخبر? اقول له الجملة الفعلية تركن. اتنين. قال الشاعر ولو سئل الناس والترابة لقاوشاكو. اهي اوشاك. وفين اسمها? الواو. ضمير متصل مبني في محل رفع اسم اوشاكا. يبقى فين الخبر? فين الجملة الفعلية? لقاوشاكو ايه? اذا قيل هاتو ان ايه? يملو. يبقى فين يملو دي جملة فعلية. ان يملو دي جملة فعلية في محل نص بخبر او شكل. تلاتة. عاسى دي الفاعل. الله لفظ الجلالة الفاعل. عاسى الله ايه? ان يهدي. جملة فعلية. بدور على الجملة الفعلية تبقى دي الخبر على طول. تلاتة املأ الفراغات فيما يلي بما يناسبها. واحد اخلو لقى السلام. اخلو لقى دي من افعال الرجاء. ايه حكم اقترانها بان? حرى واخلو لقى بيجب. يجب اقترانها بان. واولا احنا قلنا كلمة السر الخبر بيكون جملة فعلية. سائد لا دي مفرد. سائدا لا مفرد. اه يسود دي جملة فعلية. يسود ولا ان يسود? احنا قلنا حرى واخلو لقى. يجب اقترانها بان. يعني لازم احط ان. يبقى قول ان يسود. دي الصح. اتنين. انشأت. اده الفعل. انشأة. فين اسمها? القوة. دي اسمها انشأة. مرفوع. قوة الظلام. الظلام دي مضاف اليه. عايز احط خبر. لازم يكون جملة فعلية. مترجعة لا اسم. مترجعة اسم. تتراجع ولا ان تتراجع? انشأة دي من افعال الشروع. وافعال الشروع بيمتنع اقترانها بان. يبقى ما ينفعش احط ان. اقول تتراجع. تلاتة. طفق المصريون. طفق الفعل. المصريون. اسم طفقة. مرفوع بالواو. الخبر. لازم يكون برضو جملة فعلية. اخي زين. لا دي اسم. يأخذون دي فعل. يأخذوا فعل. ان يأخذوا. يبقى تلاتة بدول افعال. طيب طفقة. طفقة من افعال الشروع. بيمتنع اقترانها بان. يبقى نشيل اللي فيها ان. طيب نقول يأخذون ولا يأخذوا. طبعا ما ما فيش ان يبقى مرفوع. لو في ان يبقى اشيل النون. اقول ان يأخذوا. لانها يكون منصوب بحس في النون. مفيش ان يبقى نحط النون. يبقى نقول يأخذون لانها يكون مرفوع بثبوت النون. بشيل ان بس لو كان فيه قبلها ان. نقول ان يأخذه. يلا السؤال اللي بعد كده السؤال الرابع بيقول لنا ميز فيما يلي الجملة التي تحتوي على فعل ناقص. فين الجملة اللي فيها فعل ناقص? هتقول لي طيب ما هو كل الجملة فيها فعل ناقص هو انشاء. لا ما هي هتبقى ناقصة امتى لو بعدها خبر جملة فعلية? دي كلمة السر. يبقى ادور على خبر جملة فعلية. انشاءة الدولة. في خبر? الدولة ما لها مفيش جملة فعلية. انشاءة المعلم في خبر جملة فعلية? مفيش. انشاءة المهندس اه في خبر جملة فعلية? مفيش. انشاءة الامن مالو ينتشر في جملة فعلية? ايوه بس خلاص. دي الطريقة اللي انا بجاوب بيها. الامن ينتشر. في خبر جملة فعلية. انما في كل الجمل التانية مش ناقص دي تام. انشاءة فعل الدولة فاعل. انشاءة المهندس فعل وفاعل. انشاءة المعلم فعل وفاعل. انما انشاءة الامن. لا دي فعل. انشاءة فعل الامن اسم انشأه وينتشر ده خبر جملة فعلية. خمسة ميز الصواب للكلمتين اللتين تحتهم خط في الجملة التالية. عسى الساعين في الخير موفقون. كلمة الساعين بيقولين انها غلط. عايز ك تصلحها. ايوة صح لان اسم عسى هنا عسى الساعين هنخلي الخبر جملة فعلية يبقى الساعين باسم عسى. واسم عسى بيكون مرفوع. يبقى نقول الساعون. عسى الساعون في الخير? والخبر بيكون جملة فعلية. مش هينفع نقول موفقون. يبقى نقول يوفقون. او نقول ان يوفقوا. نقول الساعون ان يوفقوا او الساعون يوفقون. لان الاختيارين صح? لان حكم اقتران خبر عسى بان بيكثر. بس لو هنحط ان يبقى الفعل المضارع هيكون منصوب بحسف النون. يبقى نقول ان يوفق. ولو هنشل ان هيكون الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون. هنقول يوفقون يبقى ذال وهاء صح. ستة ادخل على الجملة التالية فعل من افعال الشروع. هو هيدخل شرعة. الصناع يتنافسون في العمل. الصناع هتفضل زي ما هي. نقول شرع الصناع. والخبر لازم يكون جملة فعلية. يعني متنافسين متنافسون غلط. وحكم اكتران الخبر بان بيمتنع دي من افعال الشروع. يعني ما ينفعش نحط ان. يبقى لاجابة صحيحة جيم. شرع الصناع يتنافسون في العمل. سابعة. ميز التغيير الذي يحدث في الجملة التالية. ازا وضعت عسى مكان ليت. هنشن ليتا ونحط عسى. ليتا دي من اخوات ان. ان وان كأن لكن ليتا لعل. اسم ليتا يكون منصوب. منصوب بليا. ليتا الفائقين. مكرمون دي خبر ليتا. مرفوع بالواو. يبقى هنشن ليتا ونحط عسى. اسم ليتا كمنصوب بليا. لا اسم عسى مرفوع. يبقى هنقول عسى الفائقون. الفائقين لا. عسى الفائقون. والخبر بتاع عسى لازم يكون جملة فعلية. ما ينفعش يكون مفرد. يعني مكرمين دي غلط. لازم يكون جملة فعلية. طيب نقول يكرموا ولا يكرمون الجملة الفعلية هيكون شكلها ايه? مع عسى حكم اقتران الخبر بان? بيكثر. ينفع نحط ان? وينفع نشيل ان? بس لو هنحط ان نقول عسى الفائقون ان يكرموا. فعلا مضارع منصوب بحاسف نون. ولو هنشيل ان هنقول عسى الفائقون يكرمون. يبقى مرفوع بثبوت النون. يكرموا من غير ان لما يتمفعش. السؤال التامن اختر في ما يلي. الحكم الصحيح لاكتران خبر الناسخ بان. انت لو ما كرأتش الجملة خالص. في عسى حكم اقترانها بان بيكثر. بس خلاص انا جاوبت. في رقم اتنين. يا كاد. كادة حكم اقترانها بان بيقل. يبقى اختار يقل. في تلاتة. اذا المجد عندي اوشكة. اوشكة حكم اقترانها بان بيكثر. يبقى انا كده جاوبت من غير اصلا ما اقرأ السؤال. بس برضو نقرأ. واحد قال تعالى عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئتكم. عندي عسى. ده هنا حكم اقترانها بان بيكثر. واهو. ان يكفر. يبقى ان موجود. في يضيء. عندي يضيء من غير ان. لان حكم اقترانها بان بيقل. تلاتة قال الشاعر اذا المجد الرفيع تواكلته بنات السوء او شكة. ان. او شكة ان يضيع في ان. لان حكم اقتران او شكة بان بيكثر. يكثر اقتران خبارها بان. السؤال اللي بعد كده التاسع اعرف ما فوق الخط في الجملتين الاتيتين. انشأ المصريون. في خبر الاول ولا ما فيش? ما لهم المصريون? يطالبون. في خبر جملة فعلية يبقى انا كده شغال اسمه خبر. يبقى المصريون اسم انشأ مرفوع. فاعل لا. فاعل لا. اسم انشأ مرفوع وعلامة رفع الواو لانه جمع مذكر سالم. ويطالبون دي خبر جملة فعلية. يطالبون بحقوقهم. شوف الجملة التانية. انشأ المصريون. في خبر المصريون صروحا ما فيش. ما فيش خبر جملة فعلية. يبقى فعل وفاعل. يبقى انشأ فعل المصريون دي هتكون فاعل. يبقى في الجملة الاولى اسم انشأ مرفوع بالواو. وفي الجملة التانية فاعل مرفع وعلامة رفع الواو لانه جامع مذكر سالم. السؤال العاشر ميز فيما يلي. الفرق بين الفعلين برضو. اخذ الاقتصاد. اول حاجة بدور عليها خبر جملة فعلية. الاقتصاد ماله يعني تعش. طالما في خبر جملة فعلية يبقى اسمه خبر. يبقى اخذ فعل والاقتصاد اسمها. اسمه اخذ مرفع وعلامة رفع ضمة يبقى ناقصه. طالما اسمه خبر يبقى ناقصه. يبقى الاولى ناقصه مش تام. طيب في الجملة التانية اخذ الاقتصاد. ماله الاقتصاد طريقه نحوه. ما فيش خبر جملة فعلية. يبقى فعل وفاعل. يبقى اخذ فعل والاقتصاد فاعل مرفع وعلامة رفع ضمة يبقى تام. يبقى في الجملة الاولى ناقص وفي الجملة التانية تام. يبقى لجابة دل. حداشر ميز الصياغة الصحيحة للجملة التالية بعد وضع فعل من افعال المقاربة ما كان انا. هنشل انا ونحط ايه? او شاكة. المصريين اسم انا منصوب. لا هتبقى اسم او شاكة مرفوع. ان المصريين شاقون طريقهم نحو التقدم. المصريين اسم انا منصوب بالياه. شاقون دي خبر ان مرفعوا علامة رفع الواب. يبقى هنقول او شاكة ليه? المصريين? لا. المصريون اسم او شاكة مرفوع. طيب والخبر لازم يكون جملة فعلية. يعني شاقين لا مش فعل. ما تنفعش. وحكم اكتران الخبر بان مع او شاكة بيكثر. ينفع يكون في ان? وينفع نشيل ان. بس لو هنخط ان? نشيل النون. نقول او شاكة المصريون ان يشقوا طريقهم. يبقى يشقوا ده منصوب. وهنا حكم اكتران الخبر بان بيكثر حطينا ان. ولو هنشيل ان يبقى نقول يشقون او شاكة المصريون يشقون طريقهم نحو التقدم. يعني الجيم صح وهاء صح. اتناشر. حدد الصياغ الصحيحة للجملة التالية بعد استبدال. عايزين نستبدل لعلة. هي من لعلة? من اخوات انا. انا وانك انا لك انا لجي. تلعلة. نشيل لعلة ونخط عن خط بدقة. يبقى نفس الطريقة. فاكة اسماء خمسة. دي اسم لعلة منصوب وعلامة نصب الالف. لما نجي نرجعه بقى مع بدقة هيكون مرفوع. لو مرفوع الاسماء الخمسة هقول فوكة. منصوبة فاكة. مجرورة فيكة. انا عايزها تبقى ايه? مرفوعة. يبقى اخد فوكة. يبقى فاكة لا. يبقى اخد فوكة. اقول بدقة فوكة. لانها كده اسمي بدقة مرفعه وعلامة رفعه لايه? الواو. لانه اسم من الاسماء الخمسة. والخبر لازم يكون جملة فعلية. يعني ناطقا دي مش فعلة اصلا ما تنفعش. طيب نقول ينطق ولا ان ينطق? هي بدقة دي من افعال الايه? الشروع. حكم اكترانها بان بيمتنع. يبقى ما ينفعش اخط انا اصلا. يبقى قول بدقة فوكة? ينطق بالحق. تلاتاشر حدد في ميالي الجملة التي تعبر عن المعنى التالي. رجاء. اللي بيفيد الرجاء? ايه? افعال الرجاء? عسى حرى اخلاولاق. يعني اوشكة مش معانا مش معانا. يبقى في عسى وحرى واخلاولاق. كده لا. في منهم عسى? يبقى على طول شفت انا اختصرت ازاي? افعال الرجاء عسى وحرى واخلاولاق. اللي موجود منهم هنا عسى وحرى. وفين خبر عسى? ان يفهم. حكم اقتران هبقى ان بيكثر. يعني ان يفهم السؤال صح? طب حرى اخوك ان يفهم السؤال هنا حكم اقتران الخبر مع حرى بيجب. حرى اخوك ان يفهم برضو صح. يبقى باق صح وهاء صح. لان عندنا عسى وحرى بيفيد الرجاء. واخوك في اللي اتنين اسمها مرفوع. اسمها حرى مرفوع وعلى ما ترفعوا الواو. وعندنا الخبر في اللي اتنين خبر جملة فعلية. ومع عسى بيكثر اقتران الخبر بان ومع حرب يجب اكتران الخبر بان يبقى لتنين صح وبكده برضو يبقى احنا حلينا الاسئلة اللي موجودة في كتاب الامتحان على كده واخواتها بتمنى تكون قدرت ساعدكم لايك للفيديو شاري الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته